مرحبا بكم الكل مرحبا بكم على قناتي قناة عالم صندس الأكلات اليوم اجبت لكم وصفة سهلة بنينا برشا نعملون فتاير محشين نعملهم زوز تورق ان شاء الله تعجبكم الوصفة متاع اليوم نجمو تعملوهم لمجة صغيراتكم يعني بيش نعملها لفتور الصباح و بيش نعملها زادة للعشاء حاجة وحويجة ان شاء الله ياربي تعجبكم الوصفة وتنير رفاكم وكل عادة كنا عجبتكم ما تنسونيش فك الضغط على زر الاجاب والاشتراك بالقناة وشبهوني بك التعليقات اللي حلوة اللي تشجع فيها ديما هكت خليني نقدم 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 نقلكم بتاونا ممد ورقة وسيلو ونقيدو الرسيت مبعضنا ونشوفو طريقة تحذيرها هالعجين المزيينة والحشوة لبنينا نبدو بتاو بسم الله رحمة الرحيم في وصفتنا بتاع اليوم فتاير محشين نبدو بسم الله بالنسبة للمقادير عندي الهنا الدقيق باش نستعمل خمسة كيسين فارينة دقيق أبيض وباش نستعمل هنا كاس حليب دافي وكاس ما دافي الكاس اللي تقيس به جميع المقادير عندي ملعقة كبيرة سكر وعندي الهنا كاس صغير بتاعتي زيت نباتي 70 ميلي لتر كيك وعندي مغيرفة صغيرة ملح الهنا عندي معدنوس باش نحط في وسط الحشوة مبعض وباش نحط زد خميرة الخبز في وسط العجينة بالطبيعة الهنا بميو عادل 10 جرامات وإلا ملعقة كبيرة متعماكلة وحذرت الفورماج متزاريلا مبعد نبرشو مع معدنوس اكهو نحط المكونات المتعي لكل في وسط الشقالة هكه واش نركضهم حتيت الماء الدافي وحتيت الحليب الدافي لخميرة الخبز زداء نحطها معاهم وباش نحط زداء لمغيرفة السكر بغرفة كبيرة والزيت النباتي كاس صغير نركض هذه الضملة قبل ما نحط الملح ونبدأ نصب بقية المكونات نصبها كمغيرفة الملح ونصب الفيرينة سهلة كل ما بعضه كما نعمله نخلط مليح مليحة كالخميرة الخبز يجب أن تبدأ ذيبة قبل ما نحط الفيرينة نصب طوال كويس لول نبدأ نصبه ونقيسه كي تتلم العجينة الموقف صبين الفيرينة نخلط ونرجع لكم نضيف الفيرينة بالتدريج بالكويس بالكويس لين تحصلوا على العجينة متماسكة بالنسبة لي أني سحقيت الخمسة كيسين فيرينة نجم أنت تسحق أكثر أو أقل كل واحد والفيرينة متعوا اللي في الدار المهم تتحصل على عجينة متماسكة كما عجينة الخبز بالضبط يحضروا فيسعها الفتاير ويسر بنين نجم تحضرهم في الليل تحضر العجينة وتخليها تخمر ومبعد تحطها في الليجة ما يجرى لها شي على تجربة جيكم يسر بنينة وتحضر فيسع وبنينة المهم نجم تحشيها باللي تحب انتي بالشوكولاتة تحشيها بالشوكولاتة ومكسارات تعطيها لوم جالة صغيراتك ويسر بنينة ومشالله يتعجبكم الوصفة تعليو نخليكم تعويني ناجي نعجينتي ونرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبترد الفرماج فرماج مدزاريلا اي فرماج يحتوي على مدر مستقيم اي فرماج يحتوي على حذر لا يجب أن تكون فرماج تنجم تعملها جميلة تعملها بالشوكولاتة والشوكولاتة تضيف لها شوية لوز بيه المكسيرات تكلت صغار حاجة بيه اللي عندك في الدار تنجم تضيفه اي حاجة المهم اني بش نعمل اليومها حاجة وحويجة بش نعمل لفتور الصباح بش نعمل لفتور الصباح و بش نعمل الحقيقة للعشاء نحذرهم في طايرات محشيين بنفس المكونات نعمل فرماج مدزاريلا ومعدنوس و بش نزيد لهم الطن كان عندك ازداد الجيش كان عندك تريف الحم بيتها من البارح زيدها سبالها وحطها جيكم مبنين وفاوح اضيفوا هريسة عربي اضيفوا اي حاجة اضيفوها جيكم مبنين و بش نحط المعدنوس فوق الفرماج مدزاريلا و بش نفوح الفرماج شوية فلفل اكحل حقيقة انت عربي نحب نفوح الفرماج بشوية فلفل اكحل يبنى نهولي خطر هو مدزاريلا و لا يوجد حتى نكحة و عندها شوية ريجوتا اضيفها اضيفها شراء ثم نخلط هذه المكونات و بعدها نقوم بعمل فتعير اخرين اضيفوها من يجب ان تخمرها و جيت نحشيشة على محليها نحيتو منها الهوية بس يساء يساء على عجينتنا نحيتو منها الهوية و نضيفها فوق لوجق وأشينا نقسمها و طريفل صغار قدل في الطائر اللي تحب بنتي سمك اضيفوه نضيفو محليها تنجم تستعمل حتى اشتر مش لازم الكل والبقية تخبيها في الثلاجة يجرلها شي عشينا تشرف دوه هذي باش نقصها على ثمية ونستعمل بترايف بترايف عني نسيز فيها وكها وشوفوا محليها دوه نقصها على ثمية دوه نقصها مكعبات كلهم متساوي ونحذرهم بحذية ونغطي عليهم كل نخبيهم ونغطيهم ونخليهم شارية لن تشيحش نبدأ بالكعيبة لولا نطرحوها هذه الخبيزة لولا نبدأ بالكعيبة لولا نبدأ بالكعيبة لولا الرشة شوية فارينا فقلوجة قمتين ونطرح العجينة مليح بالقلقال على شكل دائري عاونا نطرحوها ونبعد بش نحط لها الحشوة بش نعمل الحشوة الأولى بتعفتور السباح عندي هكي الفرماج مدزاريلا والمعدنوس ونصبها فوق العجينة متاعي نحطو ززم غارف جيملينة ومرصوصة وتوالي هني بش نقرسها عجنبيت بترايف بترايف لينتحصلوا على كورة صغيرة عنا نقرسوها عطوا في الوسط وندوروها هكي ونحطها على كف اليد وندورها ونسيسوا عليها بش الحشوة متخرجش عكتوا وندورها مليح مليح وبش نعاود نحطها توفق لوجق ورش الفيرينا وتوكي بش نحطها انسيسوها في الترحان هكي في القلقال ما نضغطوش عليها بالبرشة بش متخرجش الحشوة البر عنا نبدي وبلغ في اللول بش تجينا سمحة ونطرح ونطرح العجينة بتاعي بالسيسة بالترحان ونجعل هذه البرشة ننفذها وكهو يزيها ها الكيكا بش نحطها تخمر تو نعمل لها ضربة كهو نفضة نقولوا احنا بل حيونا فارينتها ونحطها بحضة خويتها تخمر ونخليكم تولد مع التصوير السريع في خبز واحدة اخرى فتيرة اخرى موسيقى موسيقى حذرت تريف تن وخلطتها معك الفرماج والمعتنوس نحضرها للعشي نخليهم على شيرة ونفوحين بطريقة أخرى ونعمل نفس الطريقة كما عملت لخبيزات الأخرى اضعها جدية منذل كبيرة ونضع الفتاير المتعي فوقهم ونجعلهم يخمرون مليح مليح حكيت 15 دقيقة أخرى ونغطي وعليهم ونخمروا هنا سخنت المقلة بعد سخنتها نقص على النار اضعها لنار هادية لنضع عبالولة ونضعها فوقها ونضع زيت ونضع الزبدة ونضع الزيت وليس لديك فلدار ونضع زيت فلديك 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 حسب العين والمتعي من الفوق ونشوفوهم كيف يتنافخوا ونجعلهم جوعات كيف نقلوه نمسحهم ونصبر ونقلبهم نقلبها نمسحها بالزيت ولا بالزبدة نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها فتوري اشتركوا في الوصف لكي نضيف كسكسي بسبيز أو كسكسي بالفرفوشة لكي نضيفوا في صدوق الوصف مع التقسكة فيه مطيرة وكل شيء يأتي كسكسي محرحر في وقته هذا هو كسكسي بالفرفوشة على محلة مثل فلفل ببر العبيد يأتي على مبنة كيف يأتي محرحر وبدين كملت حذرت الفتاير وحذرت فتوري هذه هي وصفتيكو مزلوا سخان جيوني على محلهم لكي نقصلكم توا منهم ونوريكم ملدخ القدس جيوني هشيش وابنين سهلين وابنين برشا للفتور للعشاء ولم جال صغيراتنا زيدة كما قلت لكم في اول الفيديو وصفة يسر سهلة وابنينة المهم توا نقول لكم كنعجبكم الفيديو متنسوني شفك الضغط على زر الاعجاب كنعجبتكم هكا قناتي وقلتم محليها اشتركوا فيها ومرحبا بكم قلكم توا شي طيبة لجميع ومرسي على مشاهدة الفيديو ونقلكم توا باي باي وشاء الله نهركو مساعدة اليوم باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة